فبدأت طبعا احنا زي ما قلنا كده 32 جائزة مصرية و 18 اختيار مصري في نادي او التشكيل العام للكيف دمان 18 الاختيار هم اصلا مش 18 اللاعب في اللاعب طبعا نقرر هنشوفها اصلا لقته بالتفصيل لكن استعرض دلوقتي جائزة الجوازي الاهلوية بقى احنا قلنا مصر 32 جائزة منهم الاهلي من نصر الضبط 16 جائزة وانا قلت انت غايل لابي صاب بيض وات لا مالاش علاقة الابيض الاباقي الابيض بس لكن الدم احمل الجواز الاهلوية 16 جائز زي ما قلنا وبعدين 14 اختيار اهلاوي في تشكيل العام تمام الاباقي اختيار دول عشان برضو السادة طبعا محمد صلاح تم اختياره الاباقي قبل كده هم معنا الصورة اصلا للعاب الاهلي في تشكيل العام هنلاقي انه 14 اللاعب هم 6 لعيبة تم اختارهم اكتر من مرة يعني ابو تريكا اربع مرات في صورة مفروض انه في صورة معنا لعاب الاهلي في تشكيل العام اول صورة معنا هنلاقي لعاب الاهلي في تشكيل العام اول تريكا طبعا اربع مرات 2006-2008-2012-2013 ده تريكا جمع 2006-2008-19 بالنسبة للجمع في تفصيلة مهمة جدا وقال جمع احنا زي ما قلت حولك كده نستثني سنة 2007 لانه اصلا الكاف ما اعلنش اصلا اي جواز في 2007 يعني ما اعلنش التشكيل العام في 2007 بالتالي هنا نقدر نقول ان وقال جمع اللاعب المحلي الوحيد اللي تم اختياره اربع سنوات متتالية من الكاف يعني لما كاف اعلن الجوائز التشكيل العام تم اختياره الجمعة في اربع سنوات متتالية في الاختيار يعني احنا استثني سنة 2007 لانه اصلا ما بيش اي اعلن اصلا عنه يعني تمام فيبقى في 6-8-9-10 ده انجاز لم يكرره اي لعب محلي بيعب داخل افروكي يعني جميل طبعا احمد فاتحي لانه طبعا فرصة مزود ان هو يزود عدد مرات ظهوره في تشكيل العام ثلاث مرات 12-13-17 وبركات اول لعب ظهر في تشكيل العام 2005 وبعد كده 2006 عسام الحضري وبعد كده احمد حسن 2010 غريب اقول الحضري مر واحدة دي وهي حاجة غريبة جدا يعني كفاية اصلا انقاذه افروه تمانية امام دوركبا يعني دي كانت حاجة غريبة جدا اصلا ربطها وهو طبعا الحضري بياخد جايزة افضل لها افضل حارس مرمى في البطولة يعني بطولة امام فروكيا بياخدها لكن احنا نكلمنا عن الجواز بتاعة الحفل اللي هو زي اول امبارع دا بالزبط طبعا نحنا نكلم معنا طبعا غريبة جدا جدا يعني افروه تمانية حديدا بذلك فطبعا دي اول صورة معنا نروح بعد كده منازل طبعا اللي فيش بعد كده غير اثنين لعيه بس محمد صلاح اخذها ثلاث مرات ومرة كم بديل يعني سبعتاشر ثمانتاشر 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 ظهر فيه لا نرجع ونرجع للجوازي تاني تمام محمد صلاح ويه احمد المحمدي دول اللي اثنين بس اللي من خارج الاهلي في تشكيل العام يعني اثنين بس لا بيش اصلا اي حد محلي لعب محلي لزمالك ويسمعيني زهار في تشكيل العام الإفروكي هو بس يعني اما اهلي اما محترفين ده احتكار يعني بعد كده طبعا احنا قلنا الاهلي طبعا اخذ الجايزة نرجع اهلي اخذ جايزة نهد القرن وبعدها حفلة تم تكريم نفس الحفلة ده تم تكريم كابتن حسام حسن عن تاريخه كله الكارير بتاعه كله في 2000 طبعا كان وقتها انتقل الزمالك لكنه تم تكريم عن اصلا تاريخه كله مش عن تاريخه مع الزمالك يعني وبعدين في 2001 تم اختيار عسام الحاضر كافضل تصدي يعني تاريخ كله برضو كان في الزمالك يعني لا ما فيه تاريخه كله بعد كده هم من 2001 و2000 لا يسأل برضو قيشو لا رب قول الحقيق يعني هو كابتن حسام حسن طبعا عمل تاريخ أصلاً عمل الفترة اللعب فيها حسام حسن للزمالك دي شهدت أفضل فترة في تاريخ الزمالك كاتبة يعني لا يوجد أي عدد طبعاً أول اتنين ونازل طبعاً هو أكيد مش شوماً لواحدهم يعني طبعاً ظهروا في جيب بس هم كانوا مؤسرين جدًا نقلوا الروح بتاعة الأهلي روح فناناً لحواناً إزاي بقوله دي حقيقة دي حقيقة بجد روح الانتصار هم اللي نقلوها وبنور أي لعب بالحماس هم دي من حيات الموازين بحيات الحماس دي فهما دي تحسب لهم طبعاً رح أقوه بعد كده إنجازات لكن هم نتكلم عن في فترة الفترة دي الجازتي سنة 2000 بالتالي طبعاً هي محتسبة عن تاريخ مع الأهلي لكن هم نشح بها طبعاً ضمن الجوائز بتاعة الأهلي تمام نحجة شخصية شخصية بالضبط كده بعد كده طبعاً روح سامن الحاضري أخد أفضل تصدي عن تصديه في مرات الأهلي وترجي في نص النهاية في العودة هناك ده كان أفضل تصدي في القارة تمام وهذا برضو تصدي ده اتمنعت بعد كده يعني جازت عادت مرة وخلص شكراً عاجل حاجة غريبة بتحصل في الكاف تمام بعد كده طبعاً جازت أفضل نادي في القارة طبعاً الأهلي أخدها خمس مرات والزمالك مرة واحدة بس تمام ودي الجايزة الوحيدة للزمالك يعني الأهلي أخد الجايزة دي خمس مرات خمسة ستة تمانية اتناشر تلتاشر أما الزمالك أخدها مرة واحدة لسنة ألفين واثنين بس ودي الجايزة الزمالكوية الوحيدة اللي أخدها من الكاف تمام لكن يبقى إحنا قلنا ستتاشر للأهلي واحد الزمالك وأصلاً فيه بعض الجوازي مثلاً جوازة حسام حسن زي ما نشوف عليه كده كابتن محمود الجهري دي الجواز الشخصية مش حاسبها للأهلي معنى طبعاً دول أساطير من الأهلي لكن مش حاسبها للأهلي تمام احنا منتكلم بس مع الجوازي النادي أو لعبة النادي أو داريب النادي هو بس ستتاشر للأهلي وواحد للزمالك تمام نروح بعد كده لجازة أبدا لعب داخل القارة بس بردو لما أنت تبقى أنت كذا نادي في مصر حوالي عشرين نادي أو تلاتين نادي أو أي أن كان ويبقى الأهلي يخد مثلاً خمس مرات بالزمالك خد مرة بردو دي حاجة كويس هي حاجة كويسة بس يفكر أن أنت في الآخر أنت موسيطر أنت البطل الأوحد لا أهلي مالأهلي حلسنا نتفقنا للأهلي دايماً ما شاء الله نصيب الأسد من كل حاجة بالزبط لكن بردو كنت تاخد جايزة أفريقية دي حاجة كويسة ياريتهم بقى يوريون رشاطتهم بقى ويجيبوا بقى يجبوا تلات في مصر بقى مش هما قطب التاني يجبوا بتلات في مصر خش في الحاجة التانية أفضل اللعيب أدخل طبعاً هم يعملون احتفاء للعيبهم طارق حامد أنه طبعاً تم اختياره رشحة فقط لجايزة أفضل لعب داخل الكارة اللعيب أصلاً الأهلي تم اختيارهم ست مرات من أصل 12 مرة في تاخب الجايزة دي عبر تاريخها يعني بسناء السناء دي دي كانت مرة 13 قبل كده في 12 مرة زي ما نشايفين كيف الصورة في 6 جواز للأهلي طبعاً الريكورد دي مع عبو تريكا 6-18-13 ده أفضل ده أفضل إنجاز لأي لعب أصلاً ما فيش أي لعب في تاريخ الجايزة دي أخدها مرتين حتى على التوالي أو حتى مرتين واربعة من غير توالي يعني ده إنجاز فريد منه لأبو تريكا اللي أخد الجايزة دي أربع مرات وطبعاً بركات أخدها 2005 و2010 أخدها أحمد حسن اللي هو برضو لإنه طبعاً هنا لو نرجع نلاقي إنه دايماً الزمالكوية دوقتي في كوميكس كده بيتعمل على حسام عشور إنه إزاي ما أخدش بقى جايزة أفضل لعب هو عندنا النص المعلب أخدها هو حسام عشور أصلاً يعني ينافس أندية يعني في حتة الجواز وكلام بنده لكن إحنا إنت بتقول إن إنت مدرسة فن وهندسة واللعب اللي طالع من عندك هو لعب وسط ملعب وسط ملعب مدافع كمان لكن إحنا من غير مدرسة فن وهندسة إحنا عندنا كلية كل حاجة وبعدين طالع عندنا لعيبة في أجنحة هجومية بيمتعوا إفريقا كلها أخدها أربع مرات خمسة والسادتها كانت 2010 لكابتن أحمد حسن طبعاً نروح بعد كده للجواز الكابتن بنسبة كلامة كابتن أبوتريكا هنلاقي إنه طبعاً تم تكريمه إنه تاني أفضل لعب في إفريقيا 2008 وده إنجاز استثنائي لأبوتريكا طبعاً يعني ده إنجاز محلي ما فيش أي لعب محلي أخد وظهر أصلاً في أفضل تات لعبها في الكاف غير أبوتريكا يعني ده لعب يلعب داخل الكرة الوحيد اللي ظهر في أفضل تات لعبها عمد على الكرة كلها فطبعاً ده إنجاز فريد من النوع ما فيش أي لعب تاني يقرب منه حتى جميل وطبعاً هو كان الحق بيها لكن عموماً ده اختيار الكاف عشان دايما الكاف بيحب لإيه أفضل لعب أوروبي يعني ده بيلعب في أوروبا خارج إفريقيا ده يعني اختيارات الكاف الغريبة شوية